إياك أن تنفق أيام عمرك في الذنوب والمعاصي ولا تتبع خطوات الشيطان الرجيم وإلا يخدعك ويضلك ولا تتبع خطوات الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أحبتي في الله في الحلقات السابقة ذكرنا لكم عن الرجل الذي طلب من سيدنا إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى أن يدله على علاج يزجره عن الذنوب والمعاصي فقال له عليك بخمس خصال وفي هذه الحلقة نستكمل تلك القصة معكم فابقوا معنا نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مرساة النجاح وفي هذه الحلقة سنكمل معكم تلك القصة التي طرحناها أمامكم وبينكم إلى أن وصلنا إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب توبة نصوحا وأعمل لله عملا صالحا قال لا يقبل مني قال يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير فكيف ترجو وجه الخلاص؟ انظروا أحبتنا الكرام لدهاء الشيخ إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى كأنما يقول له إذا جاء ملك الموت أقول له أخرني لعلي أعمل صالحا وأتوب إليه وأتزود من الصالحات والظاهر أنك لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير فكيف ترتكب الموبقاء؟ وكيف ترجو وجه الخلاص؟ أخي المشاهد تذكر إياك أن تنفق أيام عمرك في الذنوب والمعاصي ولا تتبع خطوات الشيطان الرجيم وإلا يخدعك ويضلك كما قال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان وخداعه وخدلانه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين إلى هنا أيها الأحبة وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم ولنا لقاء متجدد في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر